الحرب طال أمدها وهناك أيضا دعوات دولية وأيضا عربية وأيضا الوضع المحل الذي وصل إليها الشعب يعني ينادي بالسلام والسلام مطمع ومطلب لكل القوى السياسية والشعبية في اليمن وثانيا أيضا هناك أيضا توجهات دولية في ظل المسارات المتغيرة لكن أتكرت أن نتائج المفاوضات معروفة مسبقا يعني يعني معروف توجه هذه المليشيا معروف كم من اتفاقيات يعني أبرمتها وانقلبت عليها أنا أؤكد لك أخي أن هذا التفاوض وهذا العصف الذي يدور في الرياض ووصول هذه الجماعة بوفدها إلى الرياض فقط لمجرد أن تضع نفسها في المسار يعني التفاوضي أو الاعتراف المبدئي بها كجماعة حاكمة وكأمر سلطة أمر واقع أولا وأيضا للاستخلاصات المادية للحصول على أموال وعلى تعويضات باسم الملف الإنساني هذه الجماعة هي أساسا جماعة ارتزاقية وجماعة نهبت كل مكنونات المجتمع اليمني نهبت البنك فرضت الإتاوات والضرائب بأسماء متعددة بالمولد ووضح لنا نقطة الأموال التي باسم الملف الإنساني هي بعد أن جرفت المجتمع اليمني ورحقت المجتمع اليمني بالإتاوات وبنهب الموارد اليوم تتحرك باسم الملف الإنساني أيضا إلى الحصول على أموال إقليمية من التحالف باسم الرواتب ويفترض أن تكون بحسب ملفات وكشوفات 2014 المدونة لدى الخدمة المدنية ولكن هذه الجماعة كما طرح السابق أنها تريدها بميزانية 2015 وهذا هناك خلاف ما بين أن تسلم بموجب كشوفات 2014 أو أن تسلم بموجب الموازنة الموازنة كانت كبيرة وكانت شاملة قطاعات متعددة لكن ملفات 2014 للرواتب هي ما كان مدرك ضمن الخدمة المدنية للموظفين دون الاستحداثات التي استحدثتها المليشيا بعناصرها والتقريف الذي جرفت بها المؤسسات هي اليوم تريد أن تدخل هذا الكم الهائل من العناصر التي جرفت بها المؤسسات المدنية وأيضا الأمنية والعسكرية وتريد أن تدخلها اليوم تريد أيضا أن تستثمر هذه الأموال ليس للموظفين الذين كانوا معتمدين من 2014 ولكن لمن تم إدراجهم من قبلها خلال هذه التسع السنوات وهذا الالتفاف الذي تريد أيضا أن تلتف به هذه الجماعة على هذا الملف الإنسان الذي أيضا يجب أن يكون للشرعية دور في هذا الشيء الشرعية لا حد الآن هي ما زالت عقيمة ولم تقدم شيء والدليل على عقمها أن رئيس مجلس القيادة وأعضاء مجلس القيادة اليوم في أمريكا لحضور فعالية عقيمة في حد ذاتها وترك التفاوض للجانب التحالف وللمملكة وهذا معيب في حق الشرعية وهي قائدة لهذا الشعب وهي تتحمل الأمانة وأعطية هذه المسؤولية أستاذ عبد الناصر العودري الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك شكرا لك